السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية اليوم نناقش آخر تطورات معركة توريكسك ومعركة توريكسك هي إحدى المعارك الرئيسية التي تخوضها القوات الروسية في وسط مقاطعة دونيسك بالتزامن مع الهجوم المقابل الروسي الذي يجري حاليا في مقاطعة كوريكسك ومحاولات القوات الروسية استعادة السيطرة على الأراضي التي توغلت فيها القوات الأوكرانية في كوريكسك القوات الروسية ما زالت تواصل هجماتها في مقاطعة دونيسك من أجل السيطرة على مقاطعة دونيسك وبالتالي السيطرة على قليم الدونباس بأكمله في شرق أوكرانيا ضمن المعارك التي تدور حاليا في وسط مقاطعة دونيسك معركة توريكسك وتوريكس هي إحدى المعارك الرئيسية الثلاث التي تدور حاليا في وسط مقاطعة دونيسك وإضافة إلى معركة توريكسك هناك معركة اخرى على وهي معركة السيطرة على مدينة بوكرافست الاستراتيجية التي تعتبر اقدة مواصلات مهمة جدا في المناطق الغربية من مدينة داريسك. والمعركة الاخرى هي معركة كوراخوفا والتي تحاول الان القوات الروسية تطويق هذه المدينة من الشمال ومن الجنوب. نذهب الى معركة تاريسك وما الذي يجري في تاريسك وما هي اخر تطورات المعارك واين وصلت القوات الروسية في محاولاتها للسيطرة على مدينة قبل عدة تسابيع بدأت القوات الروسية تتقدم للاتجاه الجنوب الشرقي من اجل الوصول الى مدينة تاريسك. تمكنت في البداية ان تتقدم الى الشمال من كورليفكا حتى وصلت الى بلدتي شومي وبيفدينا. وبعد ذلك بدأت تتقدم حتى وصلت الى بيفنيشنا وكذلك زاليزنا وهي تعتبر الاطراف الجنوبية لمدينة تاريس. وكانت غاية القوات الروسية هي تطويق المدينة من الشمال ومن الجنوب. الا ان القوات الروسية لم تتمكن من اكمال عملية الطوق سواء من الشمال او من الجنوب بسبب المقاومة الاوكرانية وخصوصا في بلدة نيويورك ومنطقة مصنع الفيتال التي تحصنت فيه القوات الاوكرانية ومنعت تقدم القوات نحو المناطق الغربية من مدينة توريسك. من اجل السيطرة على مدينة توريسك القوات الروسية وضعت لها اهداف رئيسية واهم هدف رئيسي هو المقر الحكومي لمدينة توريسك. اضافة الى المقر الحكومي الرئيسي هناك مناطق عملياتية مهمة جدا على وعية اولا منجم ارتيما والمرتفعات المحيطة بهذا المنجم وكذلك منجم سيفيرنا وايضا هناك مرتفعات مهمة جدا بالقرب من هذا المنجم اضافة الى منجم المركز او المنجم الغربي لمدينة توريس. اذا على القوات الروسية ان تسيطر على هذه المناجم والمرتفعات القريبة منها من اجل ان تتمكن من التقدم نحو مركز مدينة توريس. وفعلا بدأت القوات الروسية بمهاجمة المناطق الجنوبية الشرقية حتى تمكنت من السيطرة على منجم سيفيرنا وكذلك على منجم ارتيمة وبعد ذلك بدأت تتقدم في المناطق الشرقية من توريس حتى سيطرت على الضاحية رقم واحد وكذلك على السجن المركزي ووصلت أيضا إلى المستجفى المركزي بعد ذلك بدأت القوات الروسية تتقدم من الاتجاه الجنوبي وسيطرت على منطقة غابات جنوب توريس وأيضا بدأت باقتحام ضاحية زابالكة وهي الضاحية الجنوبية من مدينة توريس خلال الساعات الماضية هناك تقدمات مهمة جدا للقوات الروسية تمكنت من خلالها من الوصول إلى مستجفى الأطفال وكذلك إلى وسط ضاحية زابالكة وبذلك تتمكن القوات الروسية من أن تتقدم مع طول الطريق المركزي إلى وسط مدينة توريس ولم يتبقى لها سوى خمسمائة متر من أجل أن تصل إلى المبنى الحكومي لمدينة توريس وهذا يجعل القوات الروسية من الممكن أن تتقدم في المناطق الغربية وتصل إلى مرتفعات منجم المركز من أجل أن تسيطر على هذه المرتفعات المهمة جدا وفيما لو سيطرت عليها القوات الروسية فإنها سوف تسيطر بالنيران على طريق الإمداد الوحيد للقوات الأوكرانية في المناطق الشمالية من مدينة توريس وهكذا سوف يتم قطع طريق الإمداد الوحيد للقوات الأوكرانية التي تتواجد في وسط مدينة توريس وبعد ذلك من الممكن أن تشن القوات الروسية هجومها النهائي من أجل السيطرة على مدينة توريس والتوجه بعد ذلك شمالا نحو مدينة كوستانتينيفكا إذن الآن القوات الروسية تحاول أن تسيطر على توريس من أجل أن تتقدم شمالا نحو مدينة كوستانتينيفكا الإستراتيجية وهذا الهجوم قد يكون بالتزامن مع هجوم مدينة شاسيفيار وهكذا تصل القوات الروسية إلى مدينة كوستانتينيفكا وتسيطر على بداية الطريق الاستراتيجي ما بين مدينة باخموت ومدينة بوكرافيسك وبعد ذلك من الممكن أن تتوجه القوات الروسية غربا حتى تصل إلى الحدود الإدارية ما بين مقاطعة دانسك ومقاطعة دانيبرا وبوترافيسك وهذا كله ضمن الهدف الرئيسي للقوات الروسية وهو السيطرة الكاملة على مقاطعة دانسك في أقليم الدومباس بشرق أوكرانيا وهكذا تتمكن القوات الروسية من تحقيق غايتها الرئيسية في هذه المرحلة من الحرب ألا وهي السيطرة على كامل دانسك وأقليم الدومباس إضافة إلى المناطق الشمالية من خاركيف وكذلك شمال زابراجيا إذن هذه آخر تطورات القتال في الحرب الروسية الأوكرانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته